نيويورك نوفمبر الشارع الخامس الشمس صحن من المعدن المتطاير قلت لنفس الغريبة في الظل هل هذه بابل أم سدوم هناك على باب هاوية كهربائية بعلو السماء التقيت بإدوارد قبل ثلاثين عاما وكان الزمان أقل جنونا من الآن قالك لانا إذا كان ماضيك تجربة فاجعل الغد معنا ورؤيا لنذهب لنذهب إلى غدنا واثقين بصدق الخيال ومعجزة العشب لا أتذكر أننا ذهبنا إلى السينما في المساء ولكن سمعت هنودا قدامى ينادونني لا تثق بالحصان ولا بالحداثة لا لا ضحية تسأل جلادها هل أنا أنت لو كان سيفي أكبر من وردتي هل ستسأل إن كنت أفعل مثلك سؤال كهذا يثير فضول الروائي في مكتب من زجاج يطل على زنبق في الحديقة حيث تكون يد الفرضية بيضاء مثل ضمير الروائي حين يصف الحساب مع النزعة البشرية لا غدا في الأمس فلنتقدم إذن قد يكون تقدم جسر الرجوع إلى البربرية نيويورك إدوارد يصح على كسل الفجر يعزف لحنا لموتسرد يركض في ملعب التنس الجامعي يفكر في رحلة الفكر عبر الحدود يقرأ نيويورك تايمز يكتب تعليقه المتوتر يلعن مستشرقا يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف في قلب شرقية يستحم ويختار بدلته بأناقة ديك ويشرب قهوته بالحليب ويصرخ بالفجر لا تتلك على الريح يمشي وفي الريح يعرف من هو لا سقف للريح لا بيت للريح والريح بوصلة لشمال الغريب يقول أنا من هناك أنا من هنا ولست هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 أم معمدة بدم ودم ودم لا تجففه الصلوات ولا الرمل لا عدل في صفحات الكتاب المقدس يكفي لكي يفرح الشهداء بحرية المشي فوق الغمام دم في النهار دم في الظلام دم في الكلام يقول القصيدة قد تستضيف الخسارة خيطا من الضوء يلمع في قلب جيتارة أو مسيحا على فرس مثخنا بالمجاز الجميل فليس الجمالي إلا حضور الحقيقي في الشكل في عالم لا سماء له تصبح الأرض هاوية والقصيدة إحدى هبات العزاء وإحدى صفات الرياح جنوبية أو شمالية لا تصف ما ترى الكاميرا من جروحك واصرخ لتسمع نفسك واصرخ لتعلم أنك ما زلت حيا وحيا وأن الحياة على هذه الأرض ممكنة فاخترع أملا للكلاب ابتكر جهة أو صرابا يطيل الرجاء وغني فإن الجمالية حرية أقول الحياة التي لا تعرف إلا بضد هو الموت ليست حياة يقول سنحيا ولو تركتنا الحياة إلى شأننا فلنكن سادة الكلمات التي سوف تجعل قراءها خالدين على حد تعبير صاحبك الفذ ريتسوس وقال إذا مت قبلك أوصيك بالمستحيل سألت هل المستحيل بعيد فقال على بعد جيل سألت وإن مت قبلك قال أعزي جبال الجليل وقال إذا مت قبلك أوصيك بالمستحيل سألت وإن مت قبلك قال أعزي جبال الجليل وأكتب ليس الجمالي إلا بلوغ الملائم والآن لا تنس إن مت قبلك أوصيك بالمستحيل عندما زرته في سدوم الجديدة في عام الفين واثنين كان يقاوم حرب سدوم على أهل بابلة والسرطان معا كان كالبطل الملحمي الأخير يدافع عن حق طروادة في اقتسام الرواية نسر يودع قمته عاليا عاليا فالإقامة فوق الأولمبي وفوق القمم تثير السأم وداعا وداعا لشعر الألم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر